السلام عليكم يدا يارين لبت عليكم كنتمنى كلكم تكونوا بخير وكنتمنى اللي باقي ماشتاركش في القناة يشتارك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد وشكرا ليكم على التعليق ونتمنى منكم تخليوا تعليق على القصة اليوم عندنا قصة جديدة كانتمنى تتابعوها حتى اللخر وانا متأكدة باللي غادت عجبكم الصباح يوم جميل البارح رحل ولكن ضلت معاها الذكريات بحلوها ومرها وكما العادة بين ايدي كاز القهوة وكنت أمل من شرفة المنزل ديالي عقلي مشان على الماضي ديالي كل ما داز وكل ما غيدوز من بعد ورجعت تفكير ديالي الخمس سنين قبل يوم كنت فتاة بريئة ولكن فقيرة ومع ذلك عمري ما كان الفقر مهم بالنسبة لي كنت عايشة دوك الأحلام الوردية اللي كتكبر مع أي بنت وأن الحياة غدت وليزوينة من بعد الخطأ اللي ارتاكبنا أننا نبغينا نكبر بسرعة ياريتنا بقينا صغار نعرفكم براسي أنا مروة بنت ككل بنات فقيرة بيت متواضع جدا أحلامي كانت كبيرة ورغم كل شي كان حلمي أنني نعيش قصة حب أسطورية بحال هادوك اللي كان قرى في القصص واليوم جايين عندنا الضياف ماما كتجري وكتوجد كل شي وفي نفس الوقت كتغوت علي يا سربي وسيري قد دي راسك معرفت هاش علاش هي على أعصابها هكا قد دينا كل شي وجايت عمتي وجا معها رجلها وولدها وعقوزتها كل شي قلسوا إلا أنا ما بغا تميش ماما نقلس معاهم ابقوا كي هدروح تعيطات لي يا ماما باش نمشي نسلم عليهم سمعت عمتي كتقول تبارك الله على العروس هديانا اتظنك توحشمت وقالت هانتي يا للا خديجة بنتك راها بنتي وما غايخصها خير معانا أنا ديك الساعة فهمت أنها خطبتني لولدها محمد وطبعا بابا وافق وأنا ما عندي رأي فوق رأي الواليد داز كل شي بخير والتافقوا على كل شي وبعد عشر أيام كنت أحلى عروس كنت فرحانة ومتفائلة باللي غنكون قصة حب زوينة داز العروس ومشيت لدار رجلي حبيبي محمد عقوزتي دخلتنا بسلا وسلام البيت دينا قلست وجرف علي الطرحة وملي شاف فيها محيتش عيني علي وقال أجمل وحدة شافتها عيني في حياتي كلها هي انتي ما لاك الناس أنا باين لي يابي اللي درتش حاجة ذوينا في حياتي حتى تجزيت بيك وطبع قبل علش بيني حسيت راسي غدا نسخف هيتش بزاف علي وليت حمره بزاف وحشيت قال لي ما تحشميش مني يا حبيبة من هنا الفوق غدا تولفي أنا عارف بلا أنتي صغيرة وما عارف أولو ولكن معايا غدا تحسي بالأمان وفعلا حسيت بالأمان دوزت معاه أيام عسل كل لحظة معاه وكل لمسة خليتني متعلق به ونعيش حياة أفلاطونية معاه وأخيرا عشت بالحب معاه كنت مفاهمة مع كل شي وكنت متعلقة به لدرجة الجنور آه كنت دوزت تشهوه حتى لوحد النهار حسيت بالدخاء وطحت ومن لي فقط لقيت حبيبي واقف عن دراسي وكيقول لي يا واش لا باز قلت له آه وبدأت عجوزتي كتزغرت وكتصلي على النبي قال لي يا يلا هنمشي وللطبيب مشينا وفحصني وشاف فيها وقال عندك فقر الدم وهذا هو السبب اللي خلاكي تطاحي طاح فيها النص كنت فرحانة شنو غدا نقول لعجوزتي وهي اللي حساب لي هراني حاملة بدك يشوف فيها محمد وعنه اختور تاحيت مشينا للدار ودخل هو ومو البيت ما عرفت اش جاه وخرجات قال بوجه هاليا اما محمد جعل نقني وقال لي يا ويل عليك دابت حملي وتنسيها في هاتش اللي وقع دابت حملي وتنسيها في هاتش اللي وقع باسني وتلمني نخرجون في وجوه شوية وفعلا دك شي اللي درنا دازو ايام ولا اروع مع محمد كان زيد كان بغيه يوم على يوم فعلا حياتي بلا بيه ما تسوى والي من نهاره قعدك شي وعمتي ما حاملنيش كل مرة كتشربني شي حاجة في شكل كتقول لي يا هذا دواء وكندير لها خاطرها هالي ما كيدير لي والو وهالي كيوصلني السبيطار اصبرت معاها المهم عندي هو محمد اللي منور لي يا قلبي ومدويني يا حياتي كنت عايشة الاحلام مها وما كنت شايفة حتى حاجة من دك شي اللي كانت كتدير ماما حيت شوفة فيه كتخليني نفرح ونرتاح داز عام على قصة حبنا الجميلة كان كل شي غادي مزيان احتاجة عندي محمد واحد النهار وقال لي يا حبيبة خاصنا نمشي والطبيب باش نعرفه وعليش تعطلتي محملتي كانت اجابتي بواخا حيت في داك الوقت لو كان قال لي يا يلا هتمشي معايا الجهنم كنت غا نمشي معاه وما غا نقولش الله مشينا ومشات معا نحت عمتي واستقبلاتنا الطريبة وفحصاتني ودارت لي يا التحاليل اللازمة وقالت ايش غدا نقول لكم هو في الحقيقة كان تأسف ولكن مادام ما رواه ما غا تقدرش تحمل دابة انزل علي يا كلامها بحال الصاعقة ما قدرت نطق حتى بكلمة كنشوف محمد كان لقاه مصدوم وقال ليها واش ما عمرها ما غا تقدر تولد طبيبا قالت له ما قلتش هاد الشي كل شي عند الله ممكن الى استعملات الدواء ديك ساعة نشوفو استجابتها ليه قال محمد وهاد الاستجابة ممكن تكون علاش حال قالت الطبيبة كلها واحدة والجسم ديالها كاين اللي ست شهور وكاين اللي عام وكاين اللي خمس سنين وكاين اللي حتى عشر سنين وكتر محمد قال باستدمى عشر سنين وهي تقول له الطبيبة خليوا ايمانكم بالله قوي كل شي ساهل عبد الله نضنى مصدومين ومدمرين نفسيا من الجلسة ديال الطبيبة وخصوصا انا ولكن كان حاول ما نبينش وكان عندي امل قوي والطبيبة قنعاتني ولكن للأسف عمتي ما كانش عليها نفس التأثير حاولت نهدر مع محمد ولكن عمتي سبقاتني ليه ما عرفتش كانت كتقول ليه وجاء عندي مبدل حاولت نهدر ولكن ما خلا نيس وقال لي يا باللي عيان وخاصه ينعز كنت عارفة انه ما فيهش نعاز وكنت كنحس به كيتقلب ومناعش ومع ذلك خليته على راحته انا كنعكم زيان وحاسة به الصباح منلي فقط ملقيتوش ما عرفتش فوقاش خرج كان عندي رغبة ملحة انني نهدر معاه ونعنكم ونحس باللي كاين امل انا متأكدة باللي غنحي الامل فيه وهو كيسمع مني كانت عندي رغبة ملحة انني نهدر معاه ونعنكم ونحس باللي كاين امل انا متأكدة باللي غنحي فيه الامل هو كيسمع مني بناتنا مشاعر كتحسس كل واحد بالامان تجاه الاخر وكتخلينا نتجاوز كل المحن مع بعضنا الغد ليه خرجت من بيدي ما لقيتش حتى عمدي ما عرفتش فين مشات فطرت وخملت الدار شوية وهي دخل عمتي بتعابير مألوفة ودخل موراها محمد فرحت مني شفته عن نقطه ضغيعة ولكن هو كان دبلان بزاف عينيه فيهم حزن عميق دخلتنا وياه البيتنا وعش حبنا شفت فيه ولكن ما بغاش يشوف ليه في عينيه وقال مروه من الأفضل تمشي الدوزيش ايامها ماما اعلى ما يهدى الجو هنا قلت لي محمد انا ما نقدرش نبعد عليك حتى دقيقة انا قاطعني وقال اعافكي ما تصعب بيهاش عليها قلت لي شوف ليه في عينيه انا هي حياتك عنقني وقال يومين ونجي ناخدك من داركم تكون فيها الوالدة تحت اعصابها انا خايف عليك منها شديت له وجهه وقلت له واخو انا غدا ندير ذاك شي اللي قلتي ولكن ما بغيتك ش تغيب عليها كل يوم اجي عندي غدا نتوحشك بالسار كنبغيك وما نقدرش نتصور حياتي بلا بيك شد ليه في ايدي وباسهم بواحد الاشتياق كبير ومن بعد عنقني وقال ليه كنبغيك مروه عنقني بشدة وكأنه عيناء قد يلجوش كيتوادعه ما بغيتش نفكر حتى فيها انا غدا نمشي نرتاح يومين منها والدية ونرجع لحضن حبيبي وامير عرش قلبي اجمعت حويجي اللي غدا نحتاج في هادي يومين وخرجت نسلم على عمتي ومحمد معايا لقيت عمتي ضاحقة وسلمات علي وقالت لي يا بلغي سلامك لداركم ومشيت لدارنا وصلني محمد وباس ليا راسي ادخلت لدارنا بحليلة عمري مكبرية حسيت براسي تخنقت حسيت دخلوني لتابوت اه قلبي حسيته مقبوط ماما وبابا بجوز ذاكتين ما قدروش يهدون ادخلت لبيتي القديم وحاولت نتعامل عادي ولكن كاينة شي حاجة اللي ماشي هي هاديك جيت عندي ماما وبدأت كتبكي وتندبع لزهري وانا كنثكت فيها وكنقول لها باركة رهد الشي كل شي غاد يدوذ من اللي ندير الدواء وعاد غدا نفهم من بعد انني كنت مفاهمة والو وانني غير كنت كنحلم وان الواقع شي اخر ما كنتش متوقعة انني غنتخلى على الاحلام الوردية وغنتوقف على الاحلام فمرة وما كنتش متوقعة ان الحياة قاسي يحتل هاد الدرجة احلامي كانت بسيطة لدرجة كبيرة كنت بغى فقط قصة حب وحصلت عليها ولكن ما كملاتش وخلاتني نعاني طول حياتي واخيرا فهمت بان محمد تخلى عليها وعلى حبنا وببساطة كبيرة ما استوعبتش هاد الشي اللي يوقع ماما كتبقى تهدن فيا وكتقول لي صبري ظهرك هو هذا وانا كنغوت وكنبكي كنقول ليهم اكيد انتو ما كتضحكوا عليها هو مستحيل ديها اكيد انتو ما باغين تفرقوني عليه كنت باغى نمشي نجري ونخرج ونمشي نسوله ندق عليه في بابه ولكن بابا واخوتي استعملوا عصبيتهم معايا وطرقوا البيبان بابا تعمل معايا بحزن وانا كنكي وكننوح عليهم طرشني وقال لي يا ثيقي خلاص من دوك الاوهام ثيقي محمد غدي تزوج واحدة اخرى وغيولد معاها الولاد انساي عليك وباركة من دا كلف شوش هو لو كان باغيك قاع ما يخليك على قبل الولاد كلام بابا نزل علي بحال استيف الى غر استيف قلبي مقدرتش انطيق هاد الشي اللي يوقع عليها ومستحيل تيقو محمد كيبعيني كزاك كيما انا كنبغيه عينيه كانو كيقولوها لي ضعفوا معايا كل حاجة كنت كتقول لي باللي هاد الشي مستحيل يوقع مستحيل يقدر يعيش بلا بيا هذا كان كلامه لي حسيت بالدنيا كالدور بيا ومضبط شوية كنسمع غاء اصواتهم وغبت على الوعي ما فقت الا وعلى المكة يترش على وجهي واخوتي ضاير بيا وعلامات الخوف بينا على وجههم نعساتني ماما وقرات علي القرآن وانا حاسة بجسمي تقيل علي صباح فقت كنسمع العيالات دجيران بره مع ماما كيهضروا كلها وحدة اش كتقول وحدة كتعطيها في الوصفات ووحدة كتقول لي هاخا سديها حنت لفقيه يحيد لي هادك العكس ووحدة كتأسف على صغر سني مسكينة غدا تطلقو هي صغيرة بالزهر ما قدرتش نصبر لقاعدك شي اللي كنسمع سديت ودنيها وبدال آنينة ديالي مختالت باللقة وشحقات متقطعة حتى كيقطعها بالأفكاري جملة سمعتها من دوك العيالات هي اللي زعزعات كياني ديك الجملة اللي خلاتني نفكت قالت فخباري بالليسي محمد اليوم عندو الخطبة 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 كدوب كدوب خاصني نفيك خاصني نفيك من هاد الكابوس خاصني نفيك خاصني نفيك انا غير كنحلم انا غير كنحلم كنحلم عارفة راسي كنحلم خاصني نفيك اه خاصني نفيك ما حسيتش براسيح تغوت تغوته وحده وكل شي جرى عندي لعيالات وماما وانا نغيب عودتاني من ليه فقط لقيت راسي مغطية وحده يا مصحب والبيت خاوي علي كنسمحها ديت خارج البيت ديالي هاد المرة ماشي العيالات وانما ماما وبابا قال رجعتنا الاستدحاء باش تمشي تطلق البنت وما عندنا من ديره المكتاب بيناتهم تسالة وهو عنده مبرر بنتنا ما كتولدش ما عندنا ما نقوله القاضي باينا غيحطيها الحق قالت ماما وما تفرطوش في الحقوق ديالها نفقو كل شي قال بابا ما تنسيش انها ديرها اختي وما غنوقفش قدامها في المحاكم على اخر الزمان بنتنا رها عندنا واحنا اللي غنصرفو عليها ما حد يعايش كيما صرفت عليها هادي 18 سنة سكتينا ما بغيتش تهضري على هاد الموضوع مرة اخرى انا كنسمع وما مطيقاش انني وليت سلعة مستحيل تفكرت الخطبة ونساحبت بلا ما يشوفني بابا وخرجت ما شافني حد مشيت كنجري وانا مرفوعة حاسب اللي حتى وحد ما كين في الدنيا كنجري وكنقطع الشانتي بلا ما نشوف وطموبيلات كي كلاكسوني وعليا وشي كي عاير واش ما كتشوفيش قدامك العمية انا عميت في هاد الساعة وما كنشوف قدامي غير محمد وصلت لدارهم وفعلا كان باين عندهم شي فرح وكينين الناس دخلت وشفت لي عمري تخيلت اناني غدا نشوفه هوا جالس بارس ومعشقوني هادي كانوا تجارتي وشحال ضحكات معايا وشحال جات عندي كيفاش قدرات تدير هاد الشي وهي اللي طول الوقت كانت دايرة رأسها صحبتي غير شافتني وزادت شدات فيه غير شافتني وزادت شدات في ايد محمد وناشطة وضحكة بحال ليلا كتقولي ها هو وراه ولا ديالي واش كاين بنادم بحال هكا اصدمت منها كيفاش يقدر الانسان يكون عنده جوجوجوه تلفت محمد وشافني بحال ليلا شاف جن اصدم وولا حمر ونادج عندي جارني البره وانا مقدرتش نهتر تعامل معايا بواحد القصوة اول مرة كنشوفها فيه واش هادا محمد اللي كنعرف ولا غاشي واحد اخر من ليه جارني جالي يا بواحد الحزن اشنو جايد ديري هنا وانا في قمة الصدمة قلت محمد اش هاد الشي واقع قال لي ياك هدرت معا باباك صافيا مروه كل شي بيناتنا تسالة انا غدينبني حياة جديدة قلت لي محمد انا ممتيقاش واش انت محمد فين هو الحب ديالنا اللي قاطعني وقال ما كين حب فرقيني عليك خلاص انا ممستاعدش نعيش حياتي معا وحدا ما كتولدش انا بغي نستاقر وما بغيش نلعب ونبغي وديك الهضرة الخاوية قلت ليه هضرة خاوية حبنا هضرة خاوية مستحيل نصدق هاد الشي اللي كنسمع محمد شوف فيه مزيان وفيق انا را عمرك وحياتك انتلك انتك تقول لي هاد الهضرة نسيتي كل شي ما زال ما كملت الهضرة حتى كيجرني شي حد وكان سمع انتك تقول اديوها عند باباها هو يتفاهم معاها قبل ما تدير لينا شي فضيحة مع الناس هنا جاري اني بحال شي بهيمة ولا شي واحدة ما عندها قيمة وهو كيشوف فيه كانت جرجر وكانت هان قدامه من اللي يسوه ولي ما يسواش وما تحرك فيه والو ها ليلة هانا مني استسلمت ومشيت معاهم وانا مرفوعة وحيس طب راسي ما اناش في هاد العالم صدمة قوية ضرباتني الدنيا جوجد المرات المرة اللولة من اللي حرماتني من الولادة والمرة التانية من اللي اكتشفت ان حبي عبارة عن صراب وهم كبير كنت كنجري موراه قصة حياتي تبخرات كل شي مشى الاحلام والامال والحب والحياة كل شي مشى واش صافي هذه هي النهاية والصافي سالات حياتي هنا ولقيت بابا تالف وكيقلب عليها غاشبني جاكي جري وصرفقني بينهم ما حرقاتنيش تصرفيقة رغم انه ضربني بكل ما اتيا من قوة ولكن النار اللي شعلة في قلبي في ديك الساحة ما خلتني نحس هوانه كان عندي رغبة وحدة في ديك الساحة هي انني نموت وانساني من هاد العذاب اللي انا فيه حياتي تقلبات في مرة واحدة كيفاش وعلاش وباش ما عرفتش ادخلت البيت ديالي وخليت بابا كيتتابل وسديت الباب ما كنت كنسمع والو من غير صوت محمد كيتعاود في دنيا حبنا هادرة غاوية ما بقيتش باقيك شوية دخل عندي اخو يا صغير هو اقرب واحد لي في الدار شافني في ديك الحالة وعنق دي وقال لي يا طلبي مني اي حاجة نديرها لك اختي عافكي ما تبكيش والله ما يستاهل دموعك ما جا في بالي في ديك الساحة إلا البحر وقلت لي اديني يا اخو يلا بحر عافك وما تقول هاش البابا باغا تنفس حاسة راسقة انت ترتق هنا قال لي يا واخا انا غادي انت صرف مشوا اهدر معاهم ورجع عندي قال لي يا يلا هينمشيوا ما عرفتش كي دار قنعهم يمكن احتاهم ما كيتقلموا معايا غير ما كيبينوش يمكن باغين يديروا اي حاجة باش ننسهد الالم اللي فيا مشيت انا وخويا وغير شفت وتنفس لهودي اللي بحر حسيت بانني باغا نخرج هنا كل الالام تيالي غوت بأعلى صوت عندي حتى ما بقاتش عندي القوة كنت كنقلب على اي حاجة برد بيها النار اللي شاعلة فيا وقلست وانا القوة ما بقاتش عندي خويا غير كيشوف فيا خلاني حيتعارف ان هذا احسن حلي باش نفرغ الغضب اللي في قلبي شويا نطتوا لاحتراسي في المال بارد ديال بحرد معا انهو كانش هرجوش والبرد بزدات ومع ذلك ما حسيتش ابدا بالبرد ديك النار اللي شاعلة الداخل تغاط على البرد وعلى الدنيا حسيت بشي حدش بدني وخرجني من الماء كان خويا هزني وداني لرملة وبدكي عالنقفية باش نتخل كنت كنت رعد ولكن محسيت بوالي بدكي يقول لي يا واش باغت قتلي راسك علق بلدك شماتة وكانو شدراري ع الساسة يمكن ديال البحرية شافونا ومشوكي يجري وجابو فوتا وغطاونا بجوش وديك الساعة تلمني خويا انا رجعو للدار رجعنا وبدات ماما كتغوتو كالتابة حيت رجعنا بجوش فازكين طلبات مننا ماما ندوشو بالمسخو ولكن النار اللي لداخل مني كي غندير نطفيها ما سمعتش من ماما ومشيت دوشت بالمل بارد خرجت وحسيت بالداتة ديالي تقيل علي بزعف وكل شي فيا كي يحرق ومشيت تغطيت وحسيت بالجسم ديالي كي ترعد حسيت براسي عيانة بزعف حاولت ننسى ما نسيتش كيفاش نقدر ننسى حياتي اها داك راح حياتي وغفيت شوية ونعزت ولكن استخاءنا ما تلقتش مني ماما باتت مقابلاني وكتحاول تنزل الحرارة ديالي وانا فمي كي عيط بسميته ما كانش عند خوتي حل اخر من غير انهم يعيطوا على الاسعاف تجي تهزني ومليت دوني السبيطار فحصوني وحاولوا ينزلوا الحرارة كان سمعت طبيب كي يقول عندها نزلت برد قوية خاصها تبقى في السبيطارش ايامات حتى تستقر حالتها شديد نموثية في السبيطار وما كان قدرش ناكل سيروا في ايدي وغير ساكتا عائلتي كي هضروا معايا ما كنسمع لحدة واحد كنت حاضية حاجة واحدة الباب كنت حاضياه وشايفاه داخل من الباب وجاي عنقني وكيقول لي راني معاك انتي ما غنتخليش عليك جاء اخويا وقال لي يا اختي ما تدريش فرسك هكا قلت له الله يخليك قول له راه في السبيطار يمكن قلبه يحرقوا علي من اللي يشوفني هكا وقنعته وحن فيها وهز التليفون وصون عليه وقال له باللي مروا راه في السبيطار سمعتوك يقول له الله يشافيها وقول لها تحيدني من دماغها وتبعد من ذاك تبرهيش قبل ما تدير فيها مريضة باش نجي نشوفها انا ما جايش وقطع كان حلم اكيد كان حلم ولا هدا اللي هدر دابا ماشي محمد هو بصوته هو انا في حلمه اللي في كابوس خاص ننفيق بزاف عليها هاد الشي بزاف شنودرت في حياتي باش يوقع عليها هاد الشي وبكيت احتعيت واش ممكن الحياة تقصحتل هاد الدرجة على شي واحد واش ممكن كل شي تقلب هكا في مرة دوزت الثيام وانا في سبيطار ما كان قدرش نعكد غاز سيروم ودوها وجه النهار اللي نخرج فيه شد في اخويا وشدو لنا تاكسي باش نمشيوا للدار اركبنا وانا مرفوعة وساكتا ومول تاكسي كان داير القرآن وما تسمع فودني إلا آية واحدة وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكو صدق الله العظيم هاد الآية بالنسبة لي كانت بحال اكسيجين حيات فيا الروح وعطاتني جرعة من الصبر والقوة نفست بعمق وقلت في نفسي ان الله مع الصابرين وصلنا للدار وتوضيت وصليت وبكيت لله وحده خالقي وعهدته انني منشكي لغيره ومن بكي لغيره ومن دل نفسي لغيره وقررت نوه بحياتي لله رضيت يا الله بقدري كخيره وشره ما بقيت باغا واله من غير سترك ورضاك يا الله فعلا تضرع لله راحة عظمى ما يحس بيها غلي كي يصلي ومؤمن بقدره الغد ليه طلب مني الأب ديالي نلبس حويشي ونمشي نحضره الجلسة تطلاق كان موضوع صعب بالنسبة ليه حضرت ولقيته جاي وجايب معاه ديك المسمومة عليش تغير هاكا ما فهمتش حاولت نتفاداها ما بغيتش مشاكل مع الواليد ودازت الجلسة سرية وتم اطلاق طبعا حالتي ديك الساعة ما كان عالم بيها إلا الله بوركين نايد في قلبي ما شفتش في محمد حيت غدا نزيد نتقلم بسبابه خرجنا أنا والواليد ديالي ومشينا في حالي ابقيت كان بكيف سلاتي وكان دعي الله يصبرني حيت ما قدرتش اهد شي صعيب بالزام بعد موقع اطلاق انتشر الخبر بالأقارب والشيران وكل شي عاجب والحال وكل واحد شكيقول شي كيشمت وشي كيقول الله وأعلم شنو دايرا وكل شي كيرد علي اللومة حيت ما كانولدش في اطلاق كتكون المرأة هي المدنيبة والوحيدة حيتها مرأة أما الراجل فلا دنب له حيت كيبقى راجل ومعليه دنب وما كيتعيبش والمرأة المطلقة كل شي كيخاف منها كل شي كيشوفيها شوفت العاهرة دازو شي ايامات وجات عمتي ام محمد عندنا دخلاتك تعرض علينا وبلا حشما قالت لي والديك معروضي للعرس ولدي محمد أما انتي امروا الى جيتي غدا غيبقى في كل حال اللهم ما بلاش وبصوت ما بحوح قلت ليها مبروك عليه ما قدرتش نتحمل ان فريشي غدا تنعس فيه شي واحدة اخرى وانهو غا يلمس واحد اخرى شعور صعيب بزاف ما يتوصفش ومشيت البيتي وبكيت وصليت كيما العادة وفي اليوم المعلوم ما بغاوش يمشي والدية العرس ما كنتش متوقعاها كنت كانت تاضر من بابا يقول را هاديك اختي الوحيدة ويقول لي يا باللي مكتاب ولكن الواقع كان هو بنفسه مقهور من جيهتي النهار كامل ما كليتش بقيت كنفكر نهار زواجنا وكيفاش داز ما قدرتش نصفر وانفاجرت بالبكة بكيت حتى عيد مجرد اناني نفكر انه معاها دابا كنت قطع من قلبي اه يا قلبي اه علاش علاش وسمعت الادان ديالا فجر كي قدم استغفرت ربي ونطنتوضى باش نصلي ونرتاح مشيت شفت في المرايا شكون هايك وجه الشاحب وهالات سوداء تحت العينين وعينين حومر وضحافيت بزاف فين هي مروى اللي كان وجهها كي شعب النور اللي كان جمالها كل شي كي هضر عليه وش هكا غنبقى غندو وضحياتي بلبكى عليه وهو عايش حياته مستاحي توضيت وعاهد تربي انني نوقف على رجلية من جديد ومن سمح لحتى حاجة تبكيني من هنا لفوق محمد صافي نتزوج وحيدني من باله ايش كيدير دابا وشنو غاديكون مصيري من هنا لفوق كلها افكار كتمشي وتجي في بالي شنو غدا ندير ابقيت شهور وانا على حالي والناس ما مخلينيش في حالي كي هضرو بزاف ومن الاخبار اللي سمعت ان مرات محمد حاملة فرحت له من جهة وحزنت من جهة اخرى حزنت على نفسي هو عايش حياته وانا كنزيد نرجع اللور وكنبكي على الاطلار ووحد النهار جات عندنا وحد سيدة من العائلة وقالت لي مالكي سادة على راسك هكا طلاق ماشي نهاية العالم شوفي شي خدمات لا هاي فيها شجعتني حتى انا الزراحي لبقيت في الدار غا دا غا كان زيد نوت قالت لي يا ركاين وحد الروضة ديالاطفال محتاجينش وحدة اللي تقابل ليهم الدرار الصغار انا رحبت بالفكرة على الاقل الى احرمني الله من الولاد نربي ولاد الناس المهم غدا ندوث اكبر وقت مع الدرار الصغار ولكن عندي مشكيل واحد هو بابا ما نعرف وشي خليني نخدم خصوصا ان الامطلقة كتزاد عليها القيل القال فكرت بزاف ولكن انا خاصة نخرج من هاد الدوامة بأي طريقة حيتي لبقيت فيها رغدا نموت بالبطيل ما كان عندي حل إلا خويا هدرت معاه باش يمشي قنع بابا حاول معاه ولكن راسه قاصح ما بغاش يقست بحيط الامل اللي كان عندي تلاشا ونقطة الضوء اللي كنت شايفاها طفات استسلمت وبقيت في بيتي ناعسا وجات ما ما طلبت مني نمشي نتعشا معاه وقلت ليها ما عنديش الخاطر للمعكلة ومشات وبقيت شوية وجاع عندي بابا قلت حدايا وقال لي ابنتي الوحيدة ونور عيني في الدنيا انا ما بغيتكش تقلقي راسك بهاد الطريقة إلا كانت الخدمة غادت خرجك من هاد الحالة فأنا ما عندي مانع تمشيت خدمي ولكن بشرط شارفك بنتي وأخلاقك يبقا وكي ما ربيتك عليهم نقلت عن نقطة بابا قلت له ما تخافش انا غدا نكون عند حسن ضمنك فرحت وضحكت الضحكة اللي من النهار اطلقت من محمد ما شافها علي شي واحد والغد لي مشيت نبدأ الخدمة بعد ما وصعت علي يدك سيدها وبديت أول يوم اللي هي في الخدمة كان زوين بالذاف انشطت مع الملائكة الصغار كي يحمقه دوزت معاهم وقت زوين واحتى هوا متعلقوا بي يضغية وارتاحوا لي ومديرة الرود احتى هي فرحات بيها حيد دايرة الخاطر للتراري الصغار دازوا أحلى أيام مع الأطفال كل شي واللي فيه واحتى اللي غدامين تنا ومن بين اللي خدامين تنما كان واحد العساس ما زال الشرط وكان ديما كيشوف فيها وكل شي لاحظها عليه أنا ما بغيتش نعطيها أمال كنت اداياها في راسي وما خاصني مشاكل وما خاصني أمال فارغة أنا مطلقة وعاقر من الفوق شكون غيب غيني هات شي باش كنت قان عراسي حتى الواحد النهار ساليت خدمتي وجيت نخرج حتى كنت سمعوكي عايت لي وكان حشمان بالزاب وقال لي مروه أنا نجيك من الخب انتي من النهار الأول اسلبتي لي عقلي بتباتت يالك ودخولك سوق راسك وما نكذبش عليك احتاج أمالك وإن قبلتي عليا أنا ناوي لحلالي وما نلقاش حتى المنك أنا تصدمت وجودتو قلت أنا اتطلقت حيث ما كان ولدش واش انت عارف هات الشي قال لي آه أنا عارف عليك كل شي وما كيهمنيش هات الشي أنا بغيتك انتي صدماتني هادرتو كتر ما كانش كي يحساب لي أنه كينين رجال في الدنيا هاكا قلت له يكون خير إن شاء الله هاد الجملة بحالي ردات فيه الروح اضحك وقال لي بارتيبك أنا غادي نقول هالواليدة ديالي وانت فقف وقاش يجيو عند الواليدة ديالك مشيت وانا كنت أمن يوم مشرق وحياة جديدة واش ممكن نضحك مرة أخرى الغد ليه مشيت ولقيت تما واحد المرة في بداية الستينات سلمت عليها وعرفت أنها أم الخطيب شافت فيي بإعجاب وبدت كتتسولني منين أنا واش حال في عمري وتشاركم عنا في الحديد شي بنات خدامين تما احتى قالت لي وحدة إن شاء الله هامروي عوضك الله مع هذا كل ما داد عليك في الزواج اللون وديك ساعة أموت صدمات وقالت إينا زواج واش انتي كنتي مزوجة من قبل جاوبتها بإيه وثولاتني وعلاش تطلقتي حنيت راتي وقلت ليها على الولاد زادت الصدمة ديالها وتنهدات وقالت ليها شوف يا بنتي انتي رزقك عند الله مكتوب والله غايدير لك تاويلة الخير في حياتك ولكن أنا ما بغيتش ولدي يتزوج وحدة حاجرة حتى أنا بغيت نشوف حفايدي ما تديش على الإعجاب اللي داير بيه كدابا الزواج ماشي غيليلة الزواج عمر كله الله يجيب ليك شي خيرا بنتي ولدي ما غايصلحش ليك سمعت كلامها وبقافية الحال بزا ولكن ما بينتش وقلت ليها آمينة خالتي نهضت مشات وانا كملت على خدمتي جيت نخرج ولقيت العستاس وقال ليها مروى انا باغيك وما كيهمني حتى واحد في الدنيا شفت فيه وقلت ليه كل شي قادر ومكتوب حسيت بيه ما عجبوش الحال كان باغيني وقال ليها مروى انا مستعد نتزوج بيك باستزع ليهم انا باغيك ما تحرمينيش منك قلت له ارضام ميمتك بالدنيا وما فيها ما تخافش غتنساني وغتعيش حب مع المرأة اللي غتختار ليك ماماك سير اقول بالناس انا ما نصلحش ليك ومشيت وخليته وخا شيفه في عيونه الحب ولكن كنت كنشوف في عيون محمد حب كتار من هذا وفي اللي خرت لاشا ونساني بسهولة اكيد حتى هذا غي نساني بسهولة وحتى هو ما بقيتش كنزيق في الدنة هذا هو قدري ما كانش خاصني نحلم من جديد خليني غير مع الملائكة الصغار هاد الشي وبزاف عليا في الحياة مبارك عليا دايزو ايام وانا مرتاحة في خدمتي لأطفال كلهم فرحانين بيا كان عقل على اسمياتهم واحد بواحد ألاء، ميزاء، عز الدين، تسنيم الغزالة، ضياء، وهيتم، وكرم كلهم أطفال دخلوا لقلبي ووليت فين ما كان مشي نلقاهم ورايا حبابي كي حماقوا عليا وكان حماق عليهم هما اللي مصبريني على هاد الحياة ودوزت أيام ولا أروع مع الملائكة الصغار مبقيتش كان حتك بزاف مع اللي خدامين تمام داخل سوق راسي وما كان هدر مع حد حدودية بزاف، حتى الواحد النهار جا عند المديرة واحد الراجل في بداية الخمسينات آنيق، وباين عليه العز من طوم وبيلتو الفارهة دخل مكتب المديرة وأنا بقيت مع الصغار شوية لقيتو خرج من المكتب وجايل عندي ابقى كيشوف فيا وقالي انتي جديدة هنا؟ جاوبتو وقلت له آه وديك ساعة شافية من فوق التحت ورجع للبيرو ابقى كيهدر مع المديرة وأنا كملت الخدمة ديالي كالمعداد أما السيد ودع المديرة ومشى وجات عندي ديك ساعة واحد البنت خدامتنا وقالت لي يا را هاد السيد من الهائلة دي المديرة وباللي سمحاته كيقول المديرة عليا أنا استغربت ولكن قلت في نفسي ربا ما زول حيت شافني هنا أول مرة وجاه الفضول يعرف شكون أنا خصوصاً أنني كيما عرفت أنه كيزور المكان بالسهف كملت خدمتي ومشيت وأنا غادة في الطريق وقفت عندي نفس الطموبيل استغربت أهبط الحاج وقال لي بواحدة طيقة مروة طلعي بغيت نهدر معاك في شي حاجة مهمة أنا شفت مزيان فيه وقلت له لا سمح ليه وزدت ولقيت وخرج من الطموبيل واتبعني وقال لي يا را كي متكبر مع راسك وحاسة براسك ولكن تستاهلي حتى أنا كيعجبوني اللي بحالك خرجت في عيني وقلت له خليني نمشي عافان شدني من ايدي وفجر القنبلة في وجهي قال هاب الفم المليان تمشي معايا للدار نشطه شوية وما يخصك خير معايا ديك ساعة تصدمت وغوتت عليه وفلت ايدي منه ومشيت كنجري وأنا كنبكي وقلبي محروق إيش هاد الحياة يا ربي شنو درت حتى إطراليا هاد الشي عمري ما قاديت شي حد علاش الناس خايبة علاش اللي مطلقة كل شي كيشوفها مجرد وسيلة لتفريغ الشهوات المرة اللي ولا ما بغاش بابا يخليني نخرج حيتعارف الدنيا عامره ديه ومشيت للدار ودخلت وبقيت كنبكي وكنفكر كيفاش حتفكر في يدك الكلب هاكا أنا ماشي وحدا اللي معا الريا ولا كنتعوج على الرجال ما في يحتاجي حاجة اللي تجبت علاش هاكا ولا هو ما كيعجبهم ينوعوا يجربوا قاع الأنواع استغفرت الله وطلبت منه يحميني من هاد الأنواع وقلت يا الله عوني صباح فقت وصلي وافطرت ومشيت كيما العادة للخدمة حاولت ما نفكرش في داك شي ديه البارح ماللي مشيت قالوا لي لبنات باللي المديرة كتسول فيها مشيت عندها وادابزات معايا وقالت لي بلي داك الراجل ديه البارح كيتاهمني باللي كان عرض راسي عليه وباللي أخلاقي منحلة وما غناسبش الدراري صغار ماعطاتنيش فرصة ندافع على راسي وابخاتني وقالت لي هذا آخر اندار ليك شك واخرة منك غادة تمشي في حالك بقيت مصدومة خرجت من عندها نزل علي الباطل وأنا ما عرفتش ندافع على راسي ما كان في ايدي إلا نقلس ونبكي على زهري ومشيت البلاستين معتادة في لك نحط حويجي وأنا نلقى ورقة الماء فتحتها ولقيت مكتوب فيها هادي قرصة ودن صغيرة نتمنى موراها تديري عقلك وتوافقي على داك شي اللي قلتليك البارح وإلى مصرة تحصبيني غتشوفي وجه آخر ديالي هادي الورقة ضيحات مني النص الله يا ربي واش اللي تحافظ على شرفها في هذا الزمان تاكل الدق الله يا ربي اش غيوقع لي كتر من هاد الشي بقيت كان بكي بزاف والأطفال كل واحد منين كيواسيني مساكن ما عارفين شنو كانين وبقيت هاكاك ما قادراش نهضر غاكن بكي واحد شوية جات واحدة من الأمهات شافتني في ديك الحالة وجات عندي بقيت كتسولني مالكي وأنا بحالي لكان خاصني غالم ما نفرخ قلبي عاوت لها كل شي بلا ما نحس فرغت قلبي من نهار تزوج حتى وصلت لهذا الزمر اللي باغيه مع من يدوز الوقت كان عاود وكان بكي وهي كتسمع بقيت فيها وعنقاتني ونصحاتني وقالت لي وياك تفرطي في شرفك وباللي انا كبرت في نظارها بزاف حيت مغرونيش الفلوس ديالدك الراجل وقلت له لا رتاحيت معاها في الهضراء ومسحت الدموعي ونت نكمل خدمتي ومشيت في حالي صليت ودعيت الله يخرجني من هاد المحنة ويباحد علي يدك الحيوان وأمتاله لغت ليه مشيت نخدم وقالت لي يا واحد البنت ركاين شي حد بغي يشوفك مشيت نشوف شكون وكانت المفاجأة لقيت ديك سيدة اللي شكيت عليها همي البارح وكانت مع واحد سيدة خورة في بداية الثلاثينات أنيقة بزاف وزمينة بزاف سلمت عليهم وقلست وعرفتني على ديك سيدة وقالت أنا عاودت قصتك المدام ما نالي هدرت سيدة ما نال وقالت أنا صراحة بعد ما عودت لي عليك صاحبتي وشكرات لي فيك شجعت أنني نجي ونهضر معاك حيث قصتك مشابها لقصة خورة أحنا منش حال هادي كنقلبه على شي واحدة بحاله خوية شاب تزوج بواحد البنت واكتشف أنه ما كيولدش وللأساف تخلت عليه وهذا سبب ليه أزمة نفسية خلاته تبدل علينا العقم ماشي نهاية الحياة ممكن تبدأ وانتي وياه حياة جديدة تكونوا فيها كوب بلزمين خصوصا أنه بجوج بكم ما كتولدوش وانتي صغيرة وزوينة وأي واحد اتمنى إليك انتي موافقة على الموضوع حدي لنا موعد مع داركم نجيوا بطريقة رسمية وكوني متأكدة ما غيخصك خير معانا خوية عنده داره ومهندس ناجح في خدمته فعمره 35 سنة وما غيكون عندك مشكين فحتى حاجة ارتاحيت لهضرتها بثاف وبتاسمت لها وفكرت أنه ممكن بضحيات جديدة ننسى فيها الماضي الحب ماشي مهم المهم هو نرتاح من هذا الدوامة اللي انا فيها كنا كان هضروء احتشفت دك الحيوان جاي وكيدحك داز عند المديرة صدمت ووليت حمرة وقالت لي يا مانان مالكي قلت لي هابي اللي هداك هو الراجل اللي كيهددني جبدت تليفونها وهدرت مع شي حد واللي فهمته أنها قالت له يجي فورا مات عطلناش بثاف وأنا مرعوبة احتى وقفات واحد الكاتكات وخرج منها واحد الرجل ضخم الجودة لابست الباس رسمي وداير ندادر شاف ما نال وحنا راسوا احتراما لها وطلبات من واحدة من اللي بنات مشي تعيض على ذاك الراجل ومن اللي خرج شاف فيها واحد النظرة عبرها مزيان ولكن كان وراها ذاك القلدة قالت له بكل ثقة بالنفس أنا مادام منال المختاري بنت صاحب سلسلة فنادق المختاري ومرات رجل أعمال كمال قادرة أكيد راك سامح بهم بجوش هو تظنك ديك ساحة وحمار وقال لي ها طبعا كان شي حد ما سمعش بهم كي دير الواليد ديالك لبس عليه والزوج ديالك سلميني يعليهم بزافة مادام أنا بقيت غاحا لفمي عيطات عليا وجراتني عندها وقالت له هادي خطيبة خويا رشيد المختاري المهندس المعماري اللي معروف تم ما زادت صدم كتر قالت له ما نرجعش نسمع تعرضتي لها خاف على راسك انت ما قاد على صداع خاف على راسك انت ما قاد على صداع معانا وهو يقول لي يا سمحي لي يا للا ما عرفتك شو شكون سمحي لي يا هادي آخر مرة تشوفي فيها كمارتي أنا من بعد هاد الشي كله بقيت حال لفمي زع ما جاع هذا ظهر عند الفقير واش كان حلم هادو شكون وعند من جاو جاو عندي أنا أكيد كان حلم ولكن بعد هاد الشي ذات إصراري انني نتوج من هاد العائلة اسمهم كافي انه يحميني من بحال هاد الدياق توادعت مع ما نال بعد ما اخذت نمرتي هاد المرة في شكل متوادعة ولكن وقت الجد كتلقاها مرة ونصف واحتى واحد ما يقدر عليها تمنيت نكون بحالها خبرت عائلتي بالطالب دي المرة وعاوت لهم على كل شي بالتفاصيل ورحبوا بالفكرة بزدام وحدوا موعد وخبرت معناه والنهار المعلوم جاو النار رحب بهم بابا واخوتي واستقبلناهم في بيتنا المتوادعة جات ما نالوا ماماها واخوها رشيد وراجلها وباباها وخبرنا عليهم كلاس بزدام وفوق المستوى ولكن كانوا متواضعين بزدام معانا انا ديك الساعة دخلت صينية في هالعاصير ودخلت جبت هالضياف ونحان يا راسي وعينية في الارض مع الدخلة كان سمعت برك الله على العروسنا غزالة ما شاء الله عليها ها دي كانت ماما هي اللي هضرات شذا cast thermحم و burnt out جید عمزة مالت اى عزيرة خطف مستوى حتش دائما قالت ها دائما اسبع وضع عزان شكرا